اشتركوا في القناة وصار صدمة كبيرة عند المتابعين يلي ادولوا الفيديو بكسافة الدول رواد ما وقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب قيل انه هو الشخص يلي حاول اغتيال الملكة اليزابت الثانية بيقوصون الشاب ونشر الشاب البالغ من العمر 19 سنة مقطع فيديو صرح فيه عن نيتو بقتل الملكة وقال بالفيديو يلي ظهر فيه هو لابس قناع أبيض وبدلة رياضية سوداء انا آسف عيالي قمت فيه ويلي رح اعمله رح حاول اغتيال اليزابت ملكة العائلة الملكة وتابع هيدا انتقام للأشخاص يلي لقوا حدفهم بمسبحة جيلة نولا باك سنة 1919 كما انه انتقام للأشخاص يلي قتلوا اهينوا وتعرضوا للتميز بسبب عرقن قبل ما يختتم اضاف انا باعتذر لكل شخص ظلمتو او كذبت عليه لانو تلقيت هيدا لانو موت قريب بتمنى من الكل يشارك هيدا الفيديو مع اي شخص واذا كان ذلك ممكن فيهم يرسلو كمان للاخبار اذا كانوا مهتمين وبعد اقل من نصطي عم النشر المقطع على صفحته الخاصة قام بتسليح نفسه بكوسون الشيب وتم اعتقاله داخل اراضي الالعاب بعد ما اعلن اصر السينما والثقافة السينمائية عن موعد تكريم الممثلة المصرية الهام شهين قعد اصر السينما اعلان خبر جديد بخص وضع الهام الصحي واصدر الاصر بايين بتأجيل تكريم الممثلة المصرية يلي اصيبت بوعقة صحية مفاشئة وذكر بالبيان بسبب اصابتها بنزلة برد شديدة صباح اليوم إلغاء السالون السقافي يلي كان من المفترض انه يتم الليلة بأصر السينما مع النجمة الهام شهين ورح نوافيكن بموعد السالون قريبا ومنتمنى للنجمة الهام شهين الشفاء العاجل تلقت خبيرة التجميل السعودية بودور لبراهين طلبت الزواج على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي والليفت هو انه طلبت من الجمهور مساعدتها باختيار العريس المناسب وأشارت لأنه يلي طلبوا الزواج منها بدون رقم هاتف والدها للتقدم لقلة وأكدت بدور رغبتها بتكرار تجربة الزواج مضيفة لأنه الأشخاص يلي طلبوا منها الزواج هن أبناء قبائل ومناصب عالية نشر الفنان المصري حموبيكا منشور جديد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ووجه حموبي منشوره رسالة للنجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر واعتذر منه وطلب منه السماح لإله بالعمل والحصول على تصريح للغناء وكتب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وقال الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني وتيبع بستسمح حضرتك أنه تقبل اعتذاري أنت وكل أساتيستي بالنقابة أنا ما كانت طالب أكتر من أني اشتغل ومش طالب أكتر من التصريح السنوي لأنه عايز اشتغل واشوف شغلي وحياتي وبتمنى أنه تقبل اعتذاري وتعتبرني ابن من أبنائك نشرت الفنان اللبنانية نوال الزغبة صورة جديدة لقلة من تركيا بصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وأبهرت نوال المتابعين بإطلالتها الكاجول باللون الأبيض من أحد الأماكن العامة ووضعت على كتفها جاكت بن اللون ورفعت نوال شعرها بتصريحها نعمة والإفتي ولقيت صورتها أعجب عدد كبير من المتابعين يلي ما ترددوا بأنني عبروا عن حب الكبير لقلة كان معكم بموجز الفن أليانا بدر لم أعرفت كيفة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم في الجديد